دولة داعش نستطيع اليوم أن نقول مع تحرير آخر جيب أو حي أو شارع أو بيت في مدينة البوكمال يمكن للتاريخ أن يسجل نهاية دولة داعش السيد نصر الله مع تحرير البوكمال سقطت دولة داعش والتحالف الأمريكي فعل كل شيء لمساعدة التنظيم في المدينة عون لأبو الغيط لبنان واجه الاعتداءات الإسرائيلية وحرر أرضه ومن حقه مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة العراق يتحفظ عن بيان وزراء الخارجية العرب بشأن إيران وحزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية تدين وهو مجلس النواب اليمنية تهم الجامعة بالانحياز للتحالف السعودي تواصل عمليات تفكيك مخلفات داعش في البوكمال ووجود التنظيم بات ينحصر في جيوب محدودة في البادية السورية الحكومة التركية تقول إن الحل في سوريا سياسي ويحتاج إلى اجتماعات بعيدا عن السيناريوهات المصطنعة أهلا بكم قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن مهمة حزب الله في العراق أنجزت بانتظار إعلان الانتصار النهائي على داعش وفي كلمة متلفزة قال السيد نصر الله إن دولة داعش انتهت مع تحرير البوكمال السورية مع تحرير البوكمال سقطت دولة داعش لكن لأتدارك هذا لا يعني انتهاء تنظيم داعش دعونا نكون دقيقين دولة داعش دولة الخرافة المزعومة عندما سموها بدولة الخلافة الدولة التي تعني بنيا وعرض ومدن وحواضر وولايات وولاة وأمراء ودواوين ووزارات 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 هذا الأمر قد انتهى بنيت لهم أوجدوا بنيا الدولة أوجدوا بنيا الدولة محاكم وولاة وأمراء ووزارات ومنهج تعليم في المدارس وعملة خاصة وإلى آخرين دولة داعش نستطيع اليوم أن نقول مع تحرير آخر جيب أو حي أو شارع أو بيت في مدينة البوكمار يمكن للتاريخ أن يسجل نهاية دولة داعش وأن أهمية الإنجاز في البوكمار السيد نصر الله أكد أيضا أن واشنطن حاولت الحفاظ على داعش لكن محور المقاومة هزم التنظيم وحذر من إعادة إنتاج داعش أمريكيا بأسماء جديدة لأداء المهمات التي كان يقوم بها الأمريكي في معركة البوكمال كل ما يستطيع أن يساعد به داعش فعله سوى أمر وحيد وهو إطلاق النار على القوات قوات هذه الجهة التي تعمل على تحرير البوكمال بس في شيء وحيد ما عمله الأمريكاني وهو أنه ما أطلق النهر يعني ما طلعت سلاح الجو الأمريكي وقصف القوات القوات السويرية والحليفة التي تقوم بتحرير داعش بتحرير البوكمال من داعش لكن شوفوا شو عمل بعض الأمثلة أولا أمن غطاء جوي لداعش في منطقة شرقي نهر الفراق بالكامل يعني ما بين النهر وما بين الحدود العراقية وقال الأمين العام لحزب الله أن التحالف الأمريكي أمن المعلومات لداعش وشن حرباً إلكترونية ضد القوات التي تحارب التنظيم وأشار إلى أن واشنطن أمنت كل الإمكانيات لانسحاب داعش من البوكمال إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية كان يرسل مسيراته طائرات مسيرة فوق القوات الحليفة التي تحرر البوكمال ويقدم هذا ليس اتهمات هذه معطيات ومعلومات حسية ويقدم معلومات دقيقة لداعش التي كانت تقوم بقصف الأهداف التي كانت تستطيعها المسيرات الأمريكية ثالثاً حرب إلكترونية عمل عملية تشويش على كل شيء إلكتروني تستخدمه القوات المهاجمة نصر الله وصف كلام بيان وزراء الخارجية العرب عن تهريب حزب الله صواريخ باليستية إلى دول عربية بالتافه والسخيف ونفى بشكل رسمي يكون الحزب قد هرب الأسلحة أنا أؤكد لهم وفيه نوح يتأكدوا لا صواريخ باليستية ولا أسلحة متطورة ولا مسدس مسدس اسمعوا مني للعرب أنا أريد أن أمفي بشكل رسمي نحن لم نوصل سلاحاً إلى اليمن ولم نوصل سلاحاً إلى البحرين ولم نوصل سلاحاً إلى الكويت مش هي معركة طويلة عريدة بالعراق لم نوصل سلاحاً إلى العراق هم ما بيحتاجوا سلاح فقاطلون حزب الله يبعت سلاح العراق لم نوصل لأي بلد عربي كونكم عم تحكوا عن البلد العربي لا صواريخ باليستية ولا أسلحة متطورة ولا حتى مسدس الرئيس اللبناني ميشيل عون قال إن لبنان ليس مسؤولا عن الصراعات الإقليمية أو الدولية في بعض الدول العربية وهو لم يعتدي على أحد وبالتالي لا يجوز يدفع سمن هذه الصراعات من استقراره الأمني أو السياسي عون شدد على أن لبنان واجه الاعتداءات الإسرائيلية منذ عام 78 حتى 2006 واستطاع تحرير أرضه وقال إن الاستهداف الإسرائيلي مازال مستمرا ومن حق اللبنانيين أن يقاوموه ويحبط مخططاته بكل الوسائل المتاحة وأكد كذلك أنه لا يمكن القبول بالإحاء بأن الحكومة اللبنانية شريكة في أعمال إرهابية وأضاف أن الموقف الذي اتخذه مندوب لبنان في جامعة الدول العربية أمس يعبر عن إرادة وطنية جامعة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت زار بيروت والتقعون في قصر بعبدة وقال إن الدول العربية تتفهم تركيبة لبنان وتريد تجنيبه تداعيات الخلافات الإقليمية وأضاف أن تشكيل حكومة لبنانية جديدة هو شأن لبناني رصدت لدى الجميع الحقيقة اهتمام بالتعبير عن تفاهم التركيبة اللبنانية أنه لا أحد يبغي أو يمكن أن يقبل أو يرغب في الحق الضرر بلبنان بمعنى أنه لبنان له طبيعة خاصة وتركيبة خاصة وخصوصية وبالتالي الجميع يعترف بهذا وإذا كان القرار يتضمن بعض المواقف فيما يتعلق بطرف لبناني فهو ده ليس بالأمر الجديد هو شيء موجود بقاله أكثر من سنتين أيضا ومعنا هنا في الستوديو مدير مركز دال الإعلام أستاذ فايصر عبدالساتر أهلا بك اليوم الكلمة أهميتها بأنها أتت بعد تحرير البوكمال وأيضا بعد اجتماع وزارة الخارجية العرب خصص السيد نصر الله جزءا كبيرا من هذه الكلمة لكي يرد ولكي يفصل أيضا في مسألة البوكمال ولكن الأهم فلنبدأ بما قاله على العراق إعادة تقدير الموقف المهمة أنجزت كيف يفهم هذا الكلام الآن؟ طبعا أولا شكرا لهذه الاستضافة مسأل خير ست لنا ومسأل خير لكل المشاهدين طبعا نحن أمام خطاب تزامنا مع سلسلة من المواقف لا ننسى موقف رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اليوم ولا ننسى زيارة أمين عام جامعة الدول العربية إلى بيروت والكلام الذي سمعه من الرئيس عون جاء هذا الخطاب كأنه مكمل لسلسلة من المواقف من بيان وزارة الخارجية العرب وصولا إلى ما انتهى إليه أبو الغيد في اجتماعاته في بيروت وجاء الخطاب وكأننا نسمع كنا نتحدث قبل الهواء ربما هذا أكثر خطاب يتسم بالهدوء والاسترخاء من قبل سماحة سيدنا صلى الله وهذا يعكس فيما يعكس من حالة ارتياح ومحالة ثقة ثقة زائدة بأن الذي قام به وزراء الخارجية العرب إنما سيكون صفحة سوداء في تاريخهم وليس في تاريخ حزب الله الذي ابتهم بشتى الاتهامات لنعود إلى سياق الكلمة فيما تحدث فيه عن العراق طبعا هذه المرة الأولى الذي يعترف به يعني يعترف حزب الله بشكل رسمي لأنه أرسل خبرنا بهذا العدد أو يعني بالحرف عددا كبيرا من القادة الميدانيين طبعا ربما في السابق كنا نسمع يعني ونحن الذين قريبين من هذه الأجواء نعلم تماما أن هناك مشاركة لكن لم يكن يعلم أحد حجم هذه المشاركة اليوم السيد نصر الله يوجه رسالة رسالة إلى العراق رسالة إلى سوريا رسالة إلى كل من يعنيه الأمر بأن المقاومة كان لها دور متواضع صحيح بالمعنى العددي وبمعنى المهمة الكبيرة على مستوى الأراضي العراقية الممتدة لكن أيضا كانت المشاركة نوعية بقادة نوعيين وقادة ميدانيين ولو جاز لي أن أسمي ربما بعض الأسماء يعني لفوجي اللبنانيون ببعض الشخصيات التي أصيبت في العراق والتي كان لها دور أساسي في العراق لكن هذا أتركه لقيادة حزب الله هي التي تقرر وهي التي تفصح عن مثل هذه يكفي أن نقول أن الشهيد القائد إبراهيم الحاج استشهد في الأرض العراقية وكان قائدا كبيرا تعرفه كل رواب لبنان من البقاع الغربي إلى الجنوب وهو ابن البقاع الغربي الذي كان قائدا كبيرا في مقاومة الاحتلال طبعا وغيره العشرات من هذا الصنف إذن الموقف الذي أعلنه اليوم سماحة السيد نصر الله هو لعادة التذكير بأن المشاركة لحزب الله والمقاومة في العراق كانت أتت أكلها في كل المراحل السابقة وهي الآن باتت قاب قوسيني أو أدنى أن تعلن فرحتها مع العراقيين بخلوم سياسيا كيف نفسر هذا الموقف لأنه قبل أن يظهر السيد على الهواء كان هناك في لبنان بعض الأجواء أو تحليلات صحفية لكي نكون أكثر دقيقين أنه سيعلن الانسحاب ربما من سوريا كان هناك من يقول ذلك هل تمهيده للقول بأن المهمة أنجزت في العراق هل هو تمهيد لمهمة أيضا ستنجز في سوريا ولكن لم تكتمل بعد على تكبر أنه قال أن دولة داعش سقطت ولكن هناك جيوب لداعش مازالت موجودة ويجب ملاحقة هو يريد أن يذكر الذين يتهمون حزب الله بأنه يشارك باليمن وطبعا هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق على الإطلاق أنه نسي هؤلاء أن حزب الله يشارك بالعراق وشارك بالعراق وهو له الفخر بهذا الأمر يعني حزب الله عندما يشارك في أي شيء فهو يعلن يعني لا يستحي ولا يطلط خلف اتهامات من هنا وهناك لذلك جاء الكلام كاعتراف مسبق من حزب الله لكي يذهب إلى ما بعد الفترة الثانية من الخطاب أو الحلقة الثانية من الخطاب التي نفت نفيا قاطعا كل شيء فيما يتعلق باليمن من تهريب صواريخ إلى تهريب مسدس ويعني طبعا هناك حرفية عالية حتى في تقطيع الخطاب لأننا أمام شخص له هذه الكارزمة وهذا الحضور ويستطيع تماما أن يوصل رسائله باللحظة المناسبة وبطريقة منهجية فهو لا يعني يخطب فقط لمجرد أن يخطب أو أن يعلو يعني صوته هنا أو هناك بل هو يوصل رسائل معينة بطريقة ممنهجة الذين وعدوا أنفسهم طبعا سمعنا وأنت سمعت كما تفضلت وأنت ناشطة على مواقع التواصل وأنت أيضا أعتقد أن الذين وعدوا أنفسهم بهذا النوع من الانسحابات أولا حزب الله لا يشارك فقط لأجل أغراض محدودة إنما حزب الله شارك لأجل أهداف استراتيجية ما أن تتحقق هذه الأهداف استراتيجية بطبيعة الحال هو ليس غاوي قتال وليس عنده هواية أن يسقط له شهداء حزب الله بالأمس قدم عددا كبيرا كما جاء في اعتراف يعني في كلمة سماحة السيد كنت تحدث عن أسلوب الخطاب أستاذ فايصر عفوا والراحة حتى كان هناك بعض يعني ابتسم كثيرا في هذا الخطاب وهذا يعكس في مسألة الجامعة العربية يفهمه البعض استخفاف بالبيان الذي قدمته الوزراء الخارجية العرب لماذا برأيك وكأنه لم يقم اعتبارا لما جاء في هذا البيان هنا أهمية يعني سؤال مهم جدا هنا أهمية هذا الأمر أن خطاب سماحة السيدة الليلة جاء على عكس كل التوقعات للمحللين وربما أنا منهم أو الذين يقرأوا في السياسة كيف كنت تتوقعوا بأن هذا الخطاب سيكون ناريا ويصاعد إلى آخره فالمشكلة في الرأي العام عموما الرأي العام المتوازن الرأي العام الذي يتفحص الأمور والرأي العام الذي تدب فيه الحماسة الكل في بعض الأحيان يصيب ويخطئ يعني ليس الموضوع موضوع فقط يعني لأن نقرأ كيف ما شاء وكيف ما شئنا أو نتوقع كما نحن نتمنى سماحة السيد نصر الله لديه مسؤوليات عديدة وهو يقرأ تماما يقرأ في خلفيات ما يحدث يقرأ فيما تريده هذه الدول العربية التي ذهبت في أحلاف واضحة مع العدو الإسرائيلي يكفي أن يقول أن هؤلاء باتوا والإسرائيليين على خط واحد ويقتلون الشعب اليمني صحيح أن هناك غوغاء لا تريد أن تفهم هذا الأمر وتحاول أن تتحدث في وسائل الإعلام وكأنها عسرت على مكان من الحقيقة أعتقد أن السيد نصر الله جاء بخلاف كل الذين توقعوا أن الخطاب سيكون ناريا بالعكس هو يقدم لنا نموزجا في كيف يكون القائد عندما تكون الساحة ممتلئة بأصوات تدعو إلى الويل والثبور كيف يكون القائد على هدوء من أمره وعلى استقرار في نفسه لأنه يدرك تماما أن الذي يقوم به الآخرون إنما هو اعتداء وفرية وهذا ما قام به العماد مشاه العون تماما لا أعتقد أن خطاب السيد كان بعيدا عن ما قام به فخامة رئيس الجمهورية اليوم في كلامه الواضح إلى أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية من هنا عندما يقول السيد في ختام الخطاب اليوم أن لنا رئيس جمهورية وهو دائما يكرر مثل هذا الأمر يعني أن المقاومة في لبنان لها ملء الثقة بأن لبنان لديه رئيس جمهورية حاضر يفهم خفايا الأمور وخبايا الأمور ويستطيع أن يوجه الرسائل بالأمس استضيفة ممثل لبنان في جامعة الدول العربية وكان على إحدى الشاشات أنا كنت أستمع إلى شخصية من طراز رفيع المستوى يعني حقيقة أنا كلبناني كنت أفتخر أنني أسمع هذا الكلام من شخص يمثل لبنان في محفل عربي أو إقليمي أو دولي لذلك أقول نحن بهذا المعنى نعم سماحك السيد هو مرتاح ومطمئن تماما لأن الدائرة ستدور على هؤلاء وهذا لا يعني استخفاف بالعكس هؤلاء كانوا يتوقعون من أن السيد سيرفع صقف الخطاب لكي يعطي هؤلاء فرصة بشكل أو بآخر لشن المزيد من هذا بالعكس سماحة السيد اليوم انتزع هذا الفتيل بالكامل وعرى هؤلاء بطريقة مهمة جدا وخصوصا عندما تحدث عن الشعب اليمني في هذه الكلمة هناك الكثير من النقاط التي يجب الإضاءة عليها ولكن الوقت انتهى شكرا لك شكرا لك فيصل عبدالساتر مدير مركز دال للإعلام شكرا جزيلا لك وأيضا في متابعة للاجتماع وزارة الخارجية العرب وزارة الخارجية العراقية أعلنت أن الوفد العراقي في المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية تحفظ على الفقرتين المتعلقتين بإيران وبحزب الله وقالت الخارجية العراقية أن اتهام إيران وحزب الله لا ينسجم مع موقف العراق الواضح والمنطلق من التعريف الواقعي للإرهاب وأضافت أن الاتهام بالإرهاب من دون مستند ملموس يضيع الفرصة في تحديد الجهات الراعية والداعمة له وزارة الخارجية الإيرانية اتهمت سعودية باستصدار بيان من جامعة الدول العربية يحتوي على أكاذيب وطلبتها بوقف ضغوطها على قطر ولبنان وبوقف تدخلها العسكري في البحرين المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اتهمت السعودية بتنفيذ سياسات إسرائيل وبتعزيز الخلافات في المنطقة وحرف الشعوب الدول الإسلامية عن قضيتها المركزية حركة حماس رفضت أيضا وصف حزب الله وحركات المقاومة بالإرهاب ودعت في بيان إلى حل الخلافات في المنطقة العربية عبر الحوار هذا وتوالت الردود المنددة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية بقرار وزراء الخارجية العرب بتصنيف حزب الله إرهابيا على وقع ردود الفعل المستنكرة أو المرحبة يتفاعل بيان وزراء الخارجية العرب بعد تصعيد غير مسبوق بتصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية حركة الجهاد الإسلامي استهجنت المفارقة بخلو البيان من أي إدانة أو ذكر للعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد فلسطين أرضا وشعبا ومقدسات في مقابل إدانة من قاوموا الاحتلال ورأت في القرار خدمة لإسرائيل وعربونا من أجل تطوير علاقات بعض الأنظمة العربية بهذا الكيان والمسارعة في إخراجها إلى العلن كيف يخلو بيان للجامعة العربية من أي ذكر للعدو الصهيوني من أي إدانة للعدو الصهيوني ولاحقا سيطال هذا الاتهام ربما كل من يقاوم إسرائيل لكن أنا أقول وبشكل واضح وبشكل مباشر هذه المقاومة ستستمر المقاومة تستمر لأنها تستند إلى قاعدة صلبة تستند إلى ثقافة الأمة إلى وعي الأمة إلى عقيدة الأمة وهكذا كان موقف حركة حماس عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق حذر في تغريدة على تويتر من أن يكون ذلك التصنيف مآل الجميع معلنا أن النقطة الأولى على جدول أعمال مؤتمر الحوار الفلسطيني في القاهرة ستكون أن حزب الله ليس منظمة إرهابية مؤكدا وجوب الإجماع لتصويب بوصلة العرب السياسية إلى فلسطين والقدس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ربطت في بيان لها هذا التوصيف بمحاولات الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي شيطنة قوى المقاومة مشيرة إلى أن القرار خدمة مجانية لكيان الاحتلال وحلفائه ووصمة عار للسياسات الرسمية العربية بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة عبر عن القناعة بضرورة إدانة قرار وزراء الخارجية العرب ضد حزب الله واعتباره تغطية لأي عدوان صهيوني ضد الحزب والمقاومة الفلسطينية وحرص البيان على التأكيد أن هؤلاء بقرارهم المتصين لا يمثلون مواقف شعوبهم طارحا حزب الله عنوان كرامة الأمة وروحها المقاومة وكان تحالف قوى المقاومة الفلسطينية قد دان القرار وعده خدمة لإسرائيل والولايات المتحدة وإرضاء للسعودية ونرى أن الأمر لا ينحصر فقط بإيران وبحزب الله وإنما يستهدف كل قوى المقاومة في الأمة ويأتي هذا القرار انصياعا للإرادة الأمريكية والانصياعا للإرادة الإسرائيلية وفي خدمتهم أننا نعتبر أن هذه القرارات المشبوهة تأتي في إطار إرضاء المملكة السعودية وحكام عدد من الدول العربية وفي إطار مخطط أمريكي صهيوني رجعي يستهدف شعوب المنطقة من جهتها لجان المقاومة في فلسطين رأت أن إعلان وزراء الخارجية العرب تلبيات للرغبات الصهيونية وتناغم مع مخطة ترامب للمنطقة مجلس النواب اليمني اتهم أيضا جامعة الدول العربية بأن سياساتها الحالية منحازة إلى جانب دول التحالف العدوان وبأنها تبرر المجازر المرتكبة بحق الأطفال والنساء والشيوخ في اليمن المجلس دع جامعة الدول العربية إلى تفعيل الأهداف الرئيسية التي قامت من أجلها ومن ضمنها رعاية مصالح الشعوب العربية كما رأى البرلمان اليمني أن البيانة الختمية لاجتماعي وزراء الخارجية العرب حول اليمن إلى دولة معتدية لا معتدا عليها وبعد مقابلة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي جادي عايزنكوت مع موقع إلاف السعودي كرت سبحة التصريحات الإسرائيلية حول العلاقة التي تربط إسرائيل بالسعودية في ظل الحديث عن تقاطع مصالح وصل إلى حد التطابق بين الجانبين في الوقت الذي تحتفل فيه إسرائيل بمرور أربعين عاما على زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات القدس المحتلة للمرة الأولى يتكشف المزيد عن علاقات تربط إسرائيل بدول عربية لا علاقات دبلوماسية معها وعلى رأسها السعودية صحيح أنه في إسرائيل والسعودية ربما ليسوا مستعدين الآن للحديث رسميا وببضوح عن تقارب بينهما إلا أنه في الأسابيع الماضية اتضحت شراكة مصالح تجمع إسرائيل بالسعودية وعلى رأسها الخطر الإيراني ورأينا أن الرسائل التي خرجت من القدس والرياض ليست متشابهة فقط بل ومتطابقة أيضا كلام رئيس هيئة الأركان العامة جادي أيزنكوت لموقع إلاف السعودي كان بمثابة الفاتحة لتكرى بعدها سبحة التصريحات وعلى لسان كبار المسؤولين الإسرائيليين التي تتحدث عن تقارب غير جديد بين إسرائيل والسعودية لإسرائيل بالفعل علاقات سرية مع دول إسلامية وعربية كثيرة المعني بإخفائها هو الطرف الثاني من ناحيتنا لا مشكلة لدينا لكننا نحترم رغبة الطرف الثاني سواء مقابل السعودية أو مقابل دول أخرى إن علاقاتنا مع العالم العربي المعتدل بما فيه السعودية تساعدنا على كبح جماح إيران تطابق التصريحات أخيرا بين إسرائيل والسعودية دفع مسؤولين إسرائيليين إلى القول إن ما يتحدث به المسؤولون السعوديون بالعربية هو ما تقوله إسرائيل بالعبرية فيما علق مراقبون بالقول إنه في بعض الأحيان يمكن التخيل أن بين الرياض والقدس خطا هاتفيا ينصقون عبره الرسائل نفسها ليس صدفة أن سمعنا المتحدثة السعودية يتحدث باللغة العربية ما نقوله نحن بالعبرية نحن ببساطة نرى في الإيرانيين عدوا مشتركا السعودية لا ترى في إسرائيل فقط شريكا عسكريا استراتيجيا ولي العهد يريد في خططه الاستغناء عن النفط ويريد بناء مدينة ليست بعيدة عن إسرائيل هو بحاجة إلى إسرائيل وهو يرى قدراتها في بناء رؤيته الاقتصادية خروج العلاقة بين إسرائيل والسعودية من حيز التلميح إلى حيز التصريح يطرح تساؤلات عن المجالات التي طاولتها تلك العلاقة وأبعادها والمدى الذي يمكن أن تصل إليه نذهب الآن إلى فاصل قصير نعود بعده لمتابعة النشر أهلا بكم من جديد قال نائب ورئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة التركية أن أنقرة تدعم الحالة السياسية في سوريا وأن الأمر يحتاج إلى اجتماعات سياسية قانونية بعيدا عما أسماه بالسيناريوهات المصطنعة وأضاف أن الحالة في سوريا سياسي ويجب مكافحة كل التنظيمات الإرهابية وعدم التعاون مع أي منها المتحدث باسم الحكومة التركية أكد أيضا أن أنقرة لا تقبل مشاركة تنظيمات إرهابية في مباحثات تسوية الأزمة وأشار إلى أن العملية الجارية في الرقة تتم بقيادة أمريكية وبمشاركة تنظيمات إرهابية وقال أن أمريكا ارتكبت خطأا بتسليحها للتنظيمات الإرهابية في سوريا تتواصل في مدينة البوكامال عمليات تفكيك الألغام والمفاخخات التي خلفها داعش المدينة حررها الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة من داعش بالكامل ما يعني طرد التنظيم من آخر معقل له في الأراضي السورية نحن نتواجد في شارع بغداد هو الشارع الرئيسي داخل هذه المدينة كما ترينه هو يبعد فقط مئات أمتار قليلة عن نهر الفرات حيث ثبتت وحدات الجيش وحلفائه بعد طرد هذا التنظيم والقضاء على عدد من مسلحيه فيما يعني قامت بتسهيلات أمريكية انسحاب بعض هؤلاء باتجاه مناطق سيطرة قصد المشاهدات في الواقع في هذه المدينة أولا هناك عمل كبير لوحدات الهندسة وتطهير المنطقة من منزل إلى منزل أحيانا ضمن المنزل الواحد في الواقع كان يتم التفتيش من غرفة إلى غرفة وتم العثور على عبوات ناسفة وعلى أحزمة ناسفة جرى نقلها إلى منطقة وتفجيرها أو تفكيك بعضها وذلك حسب القدرة والاستطاعة الفنية بهذا المعنى هناك أيضا لابد من الإشارة إلى حفر أنفاق كثيرة في الواقع داخل الأحياء الأساسية في هذه المدينة على اعتبار أن هذه المدينة بالفعل تتميز ببنية تحتية قوية جدا بنتها الدولة السورية هناك مؤسسات حكومية مدارس معاهد مؤسسات يعني كما العادة في الواقع أقسام شرطة يعني هي بنى تحتية قوية وواضحة جدا أنها مبنية بشكل مدروس تماما ومخطط تنظيمي يعتبر من المخططات المهمة يعني حسب المشاهدة لكن في الواقع تمترس هؤلاء المسلحين الدواعش قبل اندحارهم في الأحياء المدنية اتخاذهم المدنيين كدروع بشرية اضطر إلى التعامل في بعض القصف لبعض المناطق على العموم مقارنة بمدن أخرى أو مناطق أخرى شهادة اشتباكات الأضرار هي نسبيا قليلة في الواقع سيطرة الجيش السوري وحلفائي في محور المقاومة على هذه المدينة البوكمال لا تنهي وجود التنظيم في سوريا فحسب بل تفتح العملية السياسية على أوراق ميدانية جديدة بدلت موازن القوى في السوريا والمنطقة ديما نصيف البوكمال تعود إلى سوريا ومحور المقاومة ينتصر مجددا في معركته على الإرهاب بعد معارك القلمون واستعادة القلمون في البوكمال لأن المعركتين على الحدود وعلى الإرهاب الصواريخ أطلقت من الجو والأرض وعبر الحدود لكي يكتمل تقص الهزيمة لعشرات المسلحين من التنظيم وتنطوي ثلاث سنوات من الغزو والدمار واستباحة الحدود والشرق السوري الحلفاء ظهروا في مشهد البوكمال التاريخي الخاتمة لداعش لم تنعقد في النهاية إلا بعد تقدم قوات الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة عبر الحدود لأن تنظيما عابرا للحدود كداعش تمدد من العراق نحو سوريا حتى سلسلة لبنان الشرقية تطلبت هزيمته استراتيجية عابرة للحدود كما كان في القلمون اتحد فيها الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة اللبنانية والعراقية وعندما توحدت الساحات كانت هزيمة داعش موقع البوكمال في قلب عقدة الربط بين سوريا والعراق ودخول الجيش والحلفاء إليها سيكون لهما آثار كبيرة سياسية وعسكرية فالانتصار يراكم أوراقا للتفاوض لمصلحة دماشق وحلفائها عشية قمة سوتش الروسية التي ستناقش عقد مؤتمر للحوار السوري واجتماع جناب أيضا نهاية هذا الشهر وعسكريا البوكمال تنهي مسارا بطيئا لكنه ثابت افتتحه الجيش السوري والحلفاء منذ أربعة أشهر منذ معارف البادية السورية وجرود القلمون واستعادة مساحات من داعش تبلغ أكثر من نصف مساحة سوريا الهزيمة لحقت بمشروع داعش الذي حشد قواته لمنازلة أخيرة مع الجيش والحلفاء وراهن على إشغالهم واستنزافهم في البوكمال حيث كانت القوات الأمريكية والكردية في مثلث دير الزور والرقة والحسكة تراقب دون أن تتحرك لصده والهزيمة لحقت أيضا بمشروع الأمريكيين للانتشار في الشرق السوري والاتصال بين قوات حلفائهم الكرد في الشداد شمالا بفصائلها من التي عدتها ودربتها مخابراتهم في الأردن جنوبا وإغلاق الحدود السورية العراقية أمام الجيش والحلفاء لكن ممر الإمداد البري ديماشق بغداد طهران فتح بعد البوكمال ديماناصيف ديماشق الميادين وكان الجنرال قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني توعد في شهر سبتمبر أيلول الماضي بالقضاء على داعش خلال أقل من شهرين نعدكم بأننا سنواصل ضرباتنا الحازمة لداعش من دون توقف كي نقلل فترة الثلاثة أشهر إلى شهرين خلال هذه المدة سنقضي على هذه الشجرة الخبيثة والغدة السرطنية الخطيرة التي صنعت في أمريكا وإسرائيل سنستقصل هذه الشجرة نهائيا وسنحتفل بهذا الانجاز في إيران والمنطقة وفي العراق على الرغم من تحرير كل مدنه من داعش إلى أن عمليات ملاحقة الفلول الهاربة نحو الصحراء مازالت مستمرة وهي التي ستمهد بدورها الوصول إلى الحدود مع سوريا لضبطها ومنع اتخاذها ممرا للجماعات المتطرفة في المستقبل محمد الفهد العراق ينتصر على تنظيم داعش ويعلن التحرير الكامل بعد حرب استمر الثلاث سنوات طويت صفحة التنظيم في معقله الرئيس وأصبحت جميع المدن والقرى محررة ولم يتبقى أمام الأمن العراقي سوى عمليات ملاحقة الفلول الهاربة في الصحراء والجزيرة وصولا إلى الحدود العراقية السورية التي لامستها العمليات وتحقق التحرير لمسافات طويلة اليوم لم تبقى إلا بعض الخلايا النائمة أو بعض الهاربين من المدن لم يبقى أي مدينة أو أي قصبة أو أي قرية تابعة لداعش ابتداء أي جانب عسكري لم يتمكن السيطرة على داعش بفضل القدرات العسكرية العالية التي امتلكتها المؤسسة العسكرية بقى هناك الهاربين والمختبئين في بعض الأودية في المناطق الصحراوية ما بعد التحرير تسعى بغداد إلى تحصين منجزها الميداني عبر زيادة وطيرة التنسيق مع جارتها دمشق لتأمين الحدود معها وملاحقة الخلايا النائمة فيما من الداخل سيتم تعزيز الجانب الاستخباري لتفكيك نشاط داعش مجتمعيا هي خطوات تبدو سهلة لكنها وفق المراقبين تحتاج إلى جهود لا تقل أهمية عن الحرب العسكرية لاستتباب الأمن والاستقرار تكاتف جميع العراقيين ووقفوا صفا واحدا وقاتلوا هذه العصابات وطردوها من العراق بالوقت الذي راهنت الدول الإقليمية ودول العالم أن العراق غير قادر لمدة تقريبا 30 سنة تخلص من هذه الملف النصر العراقي المتحقق لم ينعكس على الداخل فحسب بل له انعكاسات إقليمية مهمة على رأسها إفشال مشروع الفصل الأمريكي بين طهران وبغداد ودمشق فضلا عن تمكين العراقيين من فرض قوتهم العسكرية على الأرض العراق خال من تنظيم داعش على مستوى سيطرته على المناطق الإدارية المأهولة بالسكان لكنه بانتظار إجراءات أخرى لتحصين حدوده ومدنه المحررة عبر تنسيق الجهود الأمنية داخليا وخارجيا بما يضمن عدم تنامي أي جماعة متطرفة في المستقبل محمد الفهد بغداد الميادين افتتح في المركز الثقافي روسي في بيروت معرض للفائزين بمسابقة الدولية للتصوير الصحفي ستانين كونتست المنظم من قبل الوكالة الدولية للإعلام في روسيا بالاشتراك مع قناة الميادين لأول مرة في لبنان حيث جرى عرض مئة عمل الفني لأفضل الصحفيين من مختلف أنحاء العالم ولكي نضيء أكثر على هذا المعرض الذي تجري فعاليته في هذا الوقت تنضم إلينا من بيروت من المركز الثقافي الروسي مراسلة الميادين مريم عثمان مريم نريد أن تنقل لنا الأجواء وتفاصيل أكثر عن هذه المسابقة عن أهمية أيضا الفنية لهذه المسابقة نعم نحن في المركز الثقافي الروسي في بيروت حيث جرى افتتاح معرض للصور الفائزة في المسابقة الدولية لصحافة التصويرية ستنين كونتست 2017 وهي مسمت ستنين تخليدا لذكرى الصحفي الروسي أندريس ستنين الذي استشهد في أوكرانيا عام 2014 هذا المعرض نظمته الوكالة الدولية للإعلام في روسيا بالاشتراك مع قناة الميادين للمرة الأولى وسيشاهد الحضور فيه لنا بمئة عمل فني لأفضل الصحفيين المصورين الشباب من 70 دولة كإسبانيا وإيطاليا والصين والهند ومنجلاديش واليونان وروسيا ودول أخرى هذه المسابقة تهدف لنا إلى دعم وإتاحة الفرصة للمصورين الشباب الموموبين في تصوير أدق الأحداث التي تدور في العالم والتي لا يسلط عليها الضوء وهذه الصور لنا تندرج ضمن أربع فئات هي الأخبار الرئيسية كوكبي الرياضة بطل من زماننا سنقوم بجولة على بعض الصور التي احتلت المراكز الأولى لنا مثلا المصورة كريستينا كورميلتينا من روسيا تحت عنوان الأخبار الرئيسية وهذه مجموعة الصور عنوانها مربع في دل الأسود وهي سلسلة من الصور التي التقطت في كوبا في أيام الحداد في شهر كنون الأول ديسمبر 2016 عندما رافق الشعب الكوبي الزعيم الوطني في دل كاسترو إلى مثواه الأخير هذه مجموعة صور للمصور جابريال ميكاليزي في إيطاليا وتحت عنوان أيضا الأخبار الرئيسية وهي احتلت المرتبة الثانية وعنوانها عقيدة وهذا يعني أن مسلحه داعش الذين كانوا يقاتلون على مدى أشهر عديدة في آخر معقل لهم في ليبيا يتبهون بتسمية سياراتهم المفخخة بالعقيدة المصور الذي حاز على المرتبة الأولى وهو أليخاندرو مارتيناز فليس من إسبانيا وعنوان صوره كان اللاجئون في بلغراد حيث سلط الضوء على اللاجئين من أفغانستان وباكستان الذين يعيشون في مستوضعات مهجورة بالقرب من محطة بلغراد الرئيسية على الرغم من الصقية حيث درجة الحرارة كانت منخفضة جدا والناس لا يذهبون للعيش في مخيمات اللاجئين خوفا من الترحيل كما سنذكر لانا أن قناة الميادين خصصت المصور محمد شهنواس خان وكرمته ضمن جائزة الميادين مع الإنسان في كل مكان صورة تحت عنوان صراخ بلا صوت وقد كرمته في موسكو أيضا بالإضافة إلى عرض هذه الصور لانا قد ألقى كلمة السفير الروسي في لبنان أليكساندر زاسبيكين ورئيس مجلس إدارة قناة الميادين الأستاذ غسان بن جدو ومدير دائرة التصوير في الوكالة الدولية للإعلام أليكساندر شتول شكرا مريم عثمان وراسلة الميادين إذا كنت معنا من مركز الثقافي الروسي وبالفعل هذه الصور تساهم بشكل كبير في حفظ هذه الذاكرة الجماعية لكل الحروب والمآسئة التي مرت بها الإنسانية في السنوات الأخيرة شكرا جزيلا لك مريم ثلاث مدن رئيسة في اليمن تعاني اليوم من انعدام المياه وخدمات الصرف الصحي في ظل استمرار التحالف السعودي في إغلاقه للمنافذ البرية والبحرية والجوية وتوقف وردات الوقود حصار حذرت اللجنة الدولية لصليب الأحمر من أن استمراره سيؤدي إلى انعدام المياه وانتشار الأمراض أحمد زبيب هذه المحطة الخاصة بضخ المياه في منطقة العذر بمديرية أرحب صنعاء توقفت عن العمال والسبب حصار التحالف الكامل المفروض على واردات الوقود ومع توقف هذه المحطة حرمت أكثر من 120 أسرة المياه فضلا عن أن أفرادها يتجرعون مرارة البحث عن المياه في مناطق بعيدة ويستخدمون الوسائل البدائية في التنقل وصلنا إلى درجة كبيرة من المعاناة بسبب العدوان أولا وثانيا الحصار الذي مشتد علينا وأصبح المواضن لا يحصل حتى على شربة الماء توقف أنظمة المياه والصرف الصحي لم يؤثر في مديرية أرحب وحدها بل امتد إلى مدن يمنية أخرى وفق تقرير أخير لللجنة الدولية للصليب الأحمر هناك أكثر من مليون يمني لم يستطعوا الحصول على الماء النظيف نتيجة لعدم قدرة المؤسسات في حوالي ثلاث محافظات من أن تمد الناس بالمياه للشرب وخاصة في الحديدة وتعز وصعدة تحطل أنظمة المياه والصرف الصحي زاد من خطر انتشار الأوبئة ولسيما الكوليرا في بلدين لا يزال يتعافى من أسوأ تفشل للوباء في العصر الحديث انتشار الأمراض الخطيرة وخاصة الكوليرا وكأنه شيء مقصود ومتعمد من دول العدوان بعمل هذا الحصار إلى جانب القوة العسكرية التي يستخدموها الآن الجانب الإنساني معدوم يعني ما معنى أنك تمنع دخول الوجود للناس الوجود هذا يحتاجه من أجل إيصال شربة الماء وتشغيل محطات الصرف الصحي اليمن يحتاج اليوم إلى أكثر من مليونين وستمائة ألف لتر من الوقود لضخ المياه وتشغيل مؤسسات الصرف الصحي في الشهر الواحد وهو ما لم يعد متواثرا مع إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية أكثر من عشرة أيام من حصار التحالف السعودي الكامل على منافذ اليمن كانت كفيلة بإيقاف أنظمة المياه والصرف الصحي في تعز والحديدة وصعدة مع انعدام الوقود وها هي صنعاء في مواجهة الوضع نفسه ما لم يتم تدارك الأمر بفتح المنافذ فورا أحمد محمد زبيبة من مديرية أرحب بصنعاء المياديين من اليمن إلى حلب حيث تعمل مبادرات أهلية من مدينة حلب لإعادة ترميين المباني عفوا الأثرية في المدينة القديمة المبادرات تعتمد على صور ووثائق تاريخية لإعادة المباني المدمرة بفعل الجماعات المسلحة إلى ما كانت عليه قبل تدميرها تقرير يرصد إعادة أعمار هذه الأثار في حلب كلمات قالها المؤرخ الحلبي على أسيد قبل سنة ونصف سنة اليوم تتكاتف جهود الحلبيين أطباء ومهندسين إلى جانب تجار وحرفيين وصناعيين لإعادة الحياة إلى مدينتهم القديمة دمار الحرب وما خلفته الجماعات المسلحة بدأ يتحول إلى ذكريات من الماضي بدينا بجهود فردية بسيطة جدا ومتطوعيا وبإمكانياتنا المادية المحدودة البسيطة كثير شوي شوي كبرت المجموعة المجموعة ضمت محامين أطباء مهندسين تجار كل محبين المدينة ناس عاديين ناس بسطاء اللي بيحبوا مدينتهم بيحبوا أسر مدينتهم حجرا بحجر هكذا يعمل أبناء طائر الفنيق بعناية يختارون حجارة تعيد الحياة إلى المدينة القديمة ترسم هذه الحجارة تاريخ مدينة ضاربة في التاريخ لأكثر من عشرة آلاف سنة التراث هذا القديم كله عم نرجعه مثل ما هو فيه حجار بالأبلية خربانة تعبانة نزلناها ورجعناها رفعناها مثل ما هي بالحجازية كمان نفس العملية بالرواقات فيه حيطان نازلة كمانة وهذا أعمالنا فوع السطح ترصف أزقة الأسواق في لوحة رسمها تاريخ حلب وترممها اليوم أياد أبناء هذه المدينة هنا المشهد في سوق الجمرق يؤكد مقولة الحلبيين الشهباء طائر في نيق لا يموت بل ينهض دائما من تحت الرماد ليحلق عاليا من جديد ودع العراق والوسطان المسرحي والفني في العراق المخرج والفنان الكبير بدري حسون فريد الذي رحل عن عمر نهز تسعين عاما بعد مسيرة عطاء وإبداع وضعته بين كبار المبدعين العراقيين بدري حسون فريد قامة فنية وثقافية يخسرها العراق بعدما قدم موهبته وإبداعه ووقته لبناء مسرح راسخ في الحياة العراقية اعتقاله وتهديده في كل مرة يصعب فيها إلى الخشبة لم يمنعاه من التمسك بموقفه ورسالته بدأ حياته في بيت يقدس الفن ومال إلى الرسم والنحط والكتابة ثم انصرف إلى التمثيل وبدل في سبيل تطوير المسرح ما ملكت يداه حتى أن بعض أصدقائه يروي أنه باع جزءا من ممتلكاته ذات يوم لتمويل إحدى المسرحيات لم يبقى الراحل طيلة حياته في العراق سافر طلبا للعلم والمعرفة والتجربة في الولايات المتحدة الأمريكية شارك في مسرحيات عالمية ومنها عاد إلى بغداد لإكمال تحصيله وعطائه تشمل المسيرة الاحترافية لحسون فريد عادة أعمال فنية كبيرة من أبرزها مسلسل النصر وعيون المدينة كما حصلت مسرحياته الحصار التي أخرجها بنفسه على جائزة أفضل إنتاج متكامل إضافة إلى جائزة أفضل ممثل مسرحي للموسم المسرحي عام 1964 عن دوره في مسرحية الطوفان فضلا عن حصول مسرحيته الردها على جائزة أفضل إخراج من وزارة الثقافة والآن نعيد تذكير بعنا من النشر دولة داعش نستطيع اليوم أن نقول مع تحرير آخر جيب أو حي أو شارع أو بيت في مدينة البوكمال يمكن للتاريخ أن يسجل نهاية دولة داعش السيد ناصر الله مع تحرير البوكمال سقطت دولة داعش والتحالف الأمريكي فعل كل شيء لمساعدة التنظيم في المدينة عون لأبو الغيط لبنان واجه الاعتداءات الإسرائيلية وحرر أرضه ومن حقه مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاح العراق تحفظ عن بيان وزراء الخارجية العرب بشأن إيران وحزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية تدينه ومجلس النواب اليمني يتهم الجامعة بالانحياز للتحالف السعود تواصل عمليات تفكيك مخالفات داعش في البوكمال ووجود التنظيم بات ينحصر في جيوب محدودة في البديات السورية الحكومة التركية تقول أن الحل في سوريا سياسي ويحتاج إلى اجتماعات بعيدة عن السيناريوهات المصطنعة للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميدين على الانترنت الميدين.net والموقع بالإسبانية اسبانول.الميدين.net وصفحات الميدين على موقع التواصل الاجتماعي إلى هنا تنتهي النشرة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة